مبني للمجهول هكذا يبدو اليمن في أرويقة المجتمع الدولي الذي لم يرتفع بعد إلى مستوى الخطر المهدد للمصالح الدولية لم يعد هذا الحديث مجرد تذمر محلي بل محل نقد غربي لسلوك العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن اتجاه مخاطر الصراع الدائر في اليمن ليس فقط على اليمنيين بل مستقبلا على المصالح الإقليمية والدولية تصف صحيفة واشنطن بوست في مقال تحليلي الأخبار القادمة من اليمن بالمروعة ويبدو السلام لدى كاتب المقال مايكل ديمباسي بلا أفق في ظل توفر مواشرات على عدم وجود تسوية سلمية أو دلائل على توقف معارك الحرب تجاهل المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطر الصراع في اليمن أثار استغراب كاتب المقال الأمريكي الذي ترجمه موقع العالم بالعربية والذي أكد أن المخاطر الإنسانية والأمنية آخذة في الازدياد تحذر واشنطن بوست من خطورة التفرج على استمرار الحرب في اليمن فاحتمال وقوع عمليات هجومية في السعودية وأخرى ضد القوات العسكرية الأمريكية وارد في نظرها لا سيما ونشاط تنظيمي الدولة والقاعدة ما يزال فاعلا البحث عن وساطة إقليمية موثوق بها مثل سلطنة عمان وتخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار بوساطة دولية حلول ترى الصحيفة الأمريكية أهميتها خصوصا وأن كل الأطراف تعتقد وفق الصحيفة أن الوقت لصالحها الرغم أن الوقت اليمنية في خانة النفاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر